السلام عليكم اخواني اهلا بكم اليوم في تخصص جديد نتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو اليوم راح نشوف المدرسة العليا للتجارة يعني المعروفة بـ ESC بالقليعة تيب بازا طبيعة الحال مدرسة هذه تكون اطارات وطنية في ميدان الاقتصاد والتجارة وهي متخصصة بصفة خاصة خاصة جدا يعني في مجال المحاسبة والمالية هي مبين يعني المدرسة العليا اللي عندها اهتمام خاص من طرف يعني مزارة العلي في الجزائر وتسجيل فيها يكون وطني للشعب الاقتصادية والعلمية والتقنية على الترتيب يعني الاولية فيها الشعبة التسجيل الاقتصاد ثم شعبة علم الجزائبية ثم شعبة رياضيات وتقنية رياضي معدل قبول في هذه المدرسة العليا كالعادلة كما نعرف دائما مدرس العليا عندها معدلات قبول يعني عائل عن ما في هذه المدرسة لازم عندها في الباكا على الاقل 14-60 او 14-90 يعني حسب الشعبة مثلا 14-60 بالنسبة جماعة الإيكونومي الاقتصاد باكالوري الاقتصاد وتسعين بالنسبة المجريبية وغيرها من الشعب الأخرى العلمية كذلك شرط اخر من اجل التحاق وهو يعني يكون عندك على الاقل اطنى عشر فرياضيات فالباكالوريا بالاضافة الى معدل العلم يكون 14-60 او 14 كذلك الزم في المات يجيب على الاقل اطنى عشر ثم لما توفيك شرط هذه يكون هناك ترتيب يعني للطلباء اللي حابين تحقوا به المدرسة هذه اذا كنت من اهل الحظ راح تقبل وتدرس واذا كنت يعني ترتيباً تاعك مع غيرك اللي هما اختمك المعدل يعني قد لا تقبل حتى لوكن فيك هذه الشروط اذا دائماً هنا العبرة بعدد المناصب مفتوحة كل عام والترتيب يعني الالتحاق بهذه المناصب المحدودة دراسة في هذه المدرسة العليا تكون عبر خمس سنوات يعني الفرماسيون التكوين فيها خمس سنوات عندك سنتين الاولتين وهي تكوين في مدرسة تحذيرية يعني طور تحذيري فيها عامين طور تحذيري تقرأ عامين تحذيري ثم يعني لما تزيب العامين تاعك المعدد في العامين هذا تخش كذلك مسابقة من اجل الالتحاق بالطور الثاني وهو طور الماستر اللي فيه ثلاث سنوات يعني اذا كان في التحذيري زبت العامين تاعك ولك في مسابقة ترتيب من تاعك يعني محالفكش الحاضر انك نجحت المسابقة راح ترجع الى يعني وليتك الام وتحول الى يعني جامعة العادية يعني هنا نشوف الصرامة ويعني شروط الصارمة في هذه المدرسة لازم تقرأ في العامين الادماجي طور الادماجي تنجح المسابقة من اجل تكمل فيها اذا ما نجح المسابقة راح ترجع وشو ترد من هذه المدرسة العليا الان في الطور التحذيري وانا عندك في عامين تقرأ فيه موجود مشتركة يعني الطرابة كل في الطور التحذيري سنة اولة وثانية يقرأ وكأن نجح المشترك في العامين هذم راح تدرس في ماذا؟ مدرسة من المدرسة العليا يعني قبل بتحقق مدرسة هذه في تفتي بازا اذا كانت قبلت في المسابقة الوطنية راح تقرأ عامين تاك طور التحذيري في احد المدرس العليا لتسيير الموجودة في العاصمة او في تلمسان او في وهران او في عنابة يعني حسب توجيه تاك من خلال الولايات تاك في البكادوريا لما طالبينش في هذه يعني التحذيري كما قلنا قبل فالعامين هذم يعني يجب المعدل تاو العام وكذلك اجساس الامتحان الكتابي هو امتحان كتابي ترتيبي فيها ربع مواد نزيماني راح تأقى امتحان بعد يعني طور الادماش فيها ربع مواد كتابية وهي التحليل الاحتمالات اقتصاد جزئي واقتصاد كلي ماكرو ايكونامي ميكرو ايكونامي كذلك هنا تلتحق بالطور الثاني وهو طور الماستر اللي قلنا فيه ثلاث سنوات ثلاث سنوات فقط انه انه كان لديك فرصة الاخرين يعني طالب الاخرين خارج يعني لعندها من قبل الليسانس مثلا في الايكونامي والاقتصاد ولا يقدروا يلتحق بها المدرسة مباشرة في الماستر من خلال مسبقة وطنية تفتح يعني كل عام الفئة هذه يعني كانوا اخرين عندهم الليسانس مباشرة ما تتخرجوا من الايكونامي ولا من تسيير يقدروا يلتحقوا بهذه المدرسة في طور الماستر مباشرة من خلال مسبقة وطنية تفتح لهم كل عام الآن نرجعو الى التحضيري يعني المواد المشتركة في التحضيري سنة اولى وش نقرأ فيها المواد نقرأ فيها جبر تحليل رياضي احصاء وصفي اقتصاد عام محاسبة مالية فلسفة اوش القانون اعلام آلي لغة فرنسية وانجليزية وكذلك سنة الثانية بعد المواد تزيد مثلا نقرأ جبر خطي واحتمالات واقتصاد جزئي هذه كنت قرأة سنة اولى جدع مشترك في التحضيري كما قلنا كذلك سنة الثانية تقييم مواد مشابهة وكذلك مشتركة بين طلبة لما نفوت الماستر السنة اولى كذلك نقرأ الماستر السنة اولى هو عبارة عن جدع مشترك يعني ترواز يماني هي سنة اولى ماستر جدع مشترك ثم لما نلحقوا للسنة الثانية ماستر يعني سنة الرابعة راح نلقو ثم ماذا نلقو هناك تخصصات هنا تخصص يعني السنة الثانية ماستر او سنة الرابعة في العموم في المدرسة هذه تخصص اما في المحاسبة والية او تمويل الشركات او الادارة او تسويق والاتصال او النقد المالي والبنوك او نظرة المحاسبات او الحسابات او كذلك تسير المدرسة البشرية يعني هذه هي اهم تخصصات لقاها في طور الماستر دوز يماني لانا سنة اولى ماستر راهي جدع مشترك كذلك فهمنا هذه السنة اولى جدع مشترك سنة الثانية المشترك يعني سنة اول جدع مشترك سنة الثانية تخصص وكذلك ثلاثة ماستر تخصص بالنسبة للسنة تخصص هذه كذلك هناك فيه ترابوسات ترابوسات تطبيقية في مؤسسات اقتصادية ومحاسبية طالب يعني يتكون مشترك طبيقي ليحب يكمل الدكتورة يقدر يكمل كذلك فيها فرصة ويعني يمبين ماهو متاح كتخصصات كتدقيق داخلي كتدقيق محاسبي دكتورة يعني هناك تفتح المدرسة يعني مناصب للدكتورة دراسة يعني كالكادة من الجميعات فيها الكور والتيدي والتيبي يعني المحاضرات ولكن نظام صارم هنا لما دائما يقولوا مدرسة عليا يعني نظام صارم برنامج مكثف برنامج مكثف من أجل تكوين أفضل الطالب يعني يميزوا عن التكوين الموجود في الجامعة العادية الجامعة العادية دراسة في مدرسة هذه العليا يعني أغلب مواد بالعربية ولكن هناك بعض مواد فرنسية يعني أغلبها بالعربية ولكن هناك مواد فرنسية بالنسبة لأفق العمل التوظيف يعني هذا هو مدرسة هذه من أهم عيوبها أنه ليس بها توظيف مباشر يعني هناك طالب يتعرض إلى يعني ضغوطات وخطر أنه يطرد منها السنة الثانية إذا ما يجعش في مسابقة يعني التحضيري وبرنامج مكثف لكن لما يتخرج منصب العمل تاعه ليس مضمون يعني هو من ناحية السمعة والتكوين يعني عندها أولوي على غيرها عند الشركات المؤسسات ولكن في العموم نقدر أن نقول أنه يعني كأن كنتايا وخريج مدرسة يعني أو جميع عادية في الاقتصاد الإلكونومي والمحاسبة يعني نوعا ما متقاربين من ناحية سوق العمل وإن كان يعني يعني عفق العمل في هذا المداني كثيرا المؤسسات، الشركات، البنوك، الإدارات، شعر الفنياء، يعني مكتب محاسبة، مكتب الدراسات، كذلك عند الإدارة العمومية، يعني مثلا الخزينة، المراقبة المالية للمؤسسات وغيرها هذا هو خبتي كل منكم أقولوا على هذه المدرسة العلية للتجارة بالقلعة لكم الصحة، وشكرا لكم، وبركة الله فيكم